السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وحضراتكم بخير أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم كل عام والأمة الإسلامية بخير كل عام والشعب المصري بخير في أول يوم من أيام رمضان رمضان شهر الصيام شهر القيام شهر الرحمات شهر العطق من النيران في هذا الشهر الكريم تحتفل الأمة الإسلامية برقن من أركان الإسلام وهو الصيام ولكن في هذا التوقيت تحتفل الأمة الإسلامية وهي حزينة تحتفل وهي مفيش مساجد تحتفل وهي مفيش قيام مفيش ترويح ولكن رغم كل هذا ولكن نرى البيوت تضاء إذا كانت المساجد لا تعمل فالبيوت تعمل تعمل في أنها تلم الأسرة وتلم شمل الأسرة في أنها تقوم الليل وتصوم وتقرأ القرآن فتصبح البيوت كالمساجد تتلألأ الأنوار فيها كما تتلألأ الأنوار في المساجد نسأل الله عز وجل أن يكمل هذا الشهر الكريم وأن تفتح المساجد وتضاء المساجد ويرجع الناس إلى صلواتهم وقيامهم كي نحس برمضان وأن نحن نقول أن رمضان هو شهر المساجد وشهر القيام وشهر القرآن ونسأل الله عليه القدير في هذا الشهر الكريم أن يزيل عننا الغمة وعن هذه الأمة الإسلامية وأن يارب كده ينجينا منها وينجي كل المسلمين وكل العالم من هذه الأمة أعزائي المشاهدين بيسعدني في هذا اليوم وأول ليلة من ليالي رمضان أن يكون معي فضيلة الشيخ محمد وحيد سليمان إمام وخطيب الجامع العباس بالإسماعيلية أهلا بك فضلتك أهلا حسام بحضرتك كل عام وحضرتك بخير كامل الصحة ترام العافية فضيلة الشيخ محمد وحيد يسعدني أن أنت تكون معي في أول ليلة من ليالي رمضان وبرنامج رمضان كريم شرف كبير حضرتك ليا والله رمضان شهر القرآن شهر الصيام شهر النفحات شهر العتق من النيران نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة فليصومها نعم إذن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بإن إحنا بلغنا رمضان وإن إحنا شهدنا أول يوم من رمضان ويصومنا أول يوم من رمضان عسى الله أن يتقبل مننا الصيام والقيام وأن يجعلنا من الصائمين القائمين العتقاء من النار بإذن الله في هذا اليوم يوم الأول من رمضان بيبقى لي نفحات ولي مظاهر في النفس البشرية والنفس المسلمة خاصة ولكن فضلتك هنقول إذا كنا نحتفل برمضان في هذه الأزمنة عايزين نعرف كيف كان يحتفل المسلمون الأوائل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وكيف كانوا يستقبلون شهر رمضان هل يستقبلنوا بالنفحات والرحمات وكان معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف كانوا يستقبلون شهر رمضان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحمد الله رب العالمين حمدا يليق بكماله وجلاله وأصلي وأسلم على النبي محمد وصحبه وآله سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بادي أزيبد أود أن أهنئ نفسي وأهلي وإخواني وأصدقائي وأسرة البرنامج وحضرتك الزاني والقائمين على هذه القناة المباركة وشعب مصر والأمة الإسلامية نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالخيرات وأن يفتح علينا أبواب الرحمات وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وفتح ونصر على الإسلام والمسلمين وأن يرفع عنا الداءات والبلايا والردايا وأن يرفع عنا ما أهمنا وأحزننا وأن يفرج كروبنا وأن يعيدنا إلى المساجد وأن يردنا إليه ردا جميلا حقيقة ما أجمل الفرح في رحاب طاعة الله وما أعظمه أن يكون في طاعة الله فحق لنا أن نفرح بقدوم شهر رمضان إذ أن الحق سبحانه وتعالى هو الذي علمنا ذلك في آي القرآن وعلى إثرها كان يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته كما جاء في قول سيد ولد عدنان قال ربنا في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كل الفرح أن يكون في طاعة الله وفي رضى الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم أول من علمنا كيف نفرح بمقدم موسم الخيرات حيث قال في عموم اللفظ في حديثه الشريف إن لكم في أيام دهيكم نفحات ألا فتعرضوا لها هذا شهر النفحات وشهر الخيرات إذ كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة كان إذا قدم شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك هذا حضرتك تتخيل معي سيدة المشاهدين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزف بشرى سيد النبي كان بطبيعته وجهه بساما ضحكا سيدة فاطمة بنت أست أم سيدنا الإمام علي كرم الله وجهه بتقول لما انتقلت حضانة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا بعد موت جد بقى انتقلت لعمه فكان الصبية إذا قاموا من نومهم يرى في وجوههم أثر النوم بينما إذا قام صلى الله عليه وسلم من نومه قامك حيلا دهينا قسيما وسيما بسيما لا يرى في وجهه أثر النوم فدهما كان يبقى صحي من نوم يبقى شكله كده بيتحك وشه بيتحك فكيف بقى هو بيزف بشرى للأمة للأمة فبيقول إيه بقى سيدنا النبي بقول جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامة تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم شهر سيدنا النبي مع طلاقة الوجه الصحابة أدرى بما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما يكرر ألفاظه رسول الله ويكرر تلك البشرى حتى ينبه الغافل وحتى يفيق الذي يثبت في نعاسه فكان يوقظهم ولذلك السيدة عائشة تقول عن يقظة رسول الله في هذه الأيام بالأخص كان إذا أتت العشر عشر الأخر شد مئزره وأيقظ أهله وقام ليلة لا يدل على إيه جدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلب هذه الأيام عليه الصلاة والسلام شهر رمضان شهر رمضان بنفحاته وبركاته حق لنا أن نفرح به ويكفينا آي القرآن التي جاءت بصدده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام هذا النداء من العلي الأعلى سبحانه وتعالى رب العالمين ينادي أحبابه ينادي أهل الطاعة وأهل الخيرات كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هناك غاية الصيام لم يفرد ربط بالتقوة يا مولينا يعني بعد لعلكم تتقون الغاية هي التقوة كل أمر في الإسلام له غاية فيش عبادة كده محطوطة هباء أو يتخبط الإنسان عبسا في الحياة لا الإنسان دين القوامة ذلك الدين القيم منضبط فألعلكم تتقون غاية حتى تصلوا إلى مرتبة التقوة بهذا الخير وبما في هذا الشهر من خير وفلاح هذه بشرى القرآن ثم بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم شهر رمضان شهر مبارك طيب حنا أخد أستاذة هاني وارجع لحضراتك فضل حضر أستاذة هاني تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أزايق عمليك الحمد لله يا فندم تفضلي يا فندم أنا أختي معها وثوات موت معها إيه يا فندم حاسة أنها هتموت من ثلاث سنين حاسة أنها هتموت من ثلاث سنين ده أحساسها هي حاضر يا فندم حاضر يا فندم شكرا جاوبك الشيخ إن شاء الله حاني بقى ناخد الأسئلة خضرتك ونجاوبها إن شاء الله إن شاء الله بقى فضلتك في شهر رمضان وأنه هو بشرة شهر رمضان هو شهر عظيم في نفحات من الله سبحانه وتعالى شهر بتغفر فيه الذنوب شهر بتضاعف فيه الأعمال شهر بيزاد فيه رزق العباد دي من فضاء الشهر رمضان من خيرات شهر رمضان ومن بركات شهر رمضان في رمضان الشهر الكريم مقسم كما ورد في الأحاديث أوسطه أوله وأوسطه وأخيره نحن في هذه الأيام في الأيام الأولى من شهر رمضان أو أيام الرحمة يريد أن نتكلم عن العشر الأوائل أيام الرحمة ونقول كيف نصوم في تلك الأيام وكيف نفعل في تلك الأيام الأولى حضرتك سيدايني شهر رمضان هذا الحديث أمر فضيل وهو أرى كأنه مراحل سباق تمام دي مرحلة أولى ده ليه حافز شان تقوى إذا يقوله كده عايزين واحد نفسه طويل ما يجيش ويروح جاي إيه في المرحلة الأوروح مخسع لا زي ما بنشوف كده كنا نشوف المساجد مليانة في الأول أيام بعد كده يبدأ الأمر في قلة ويصل في بعض القرى والمساجد الصغرى إلى العدام تلاقي اثنين ثلاثة فدى زي ما رحل السباق بالضبط سيدنا النبي حطاه كده ليه عشان تنظر لأدام نحن لسه في الرحمة أتسابق عشان أوصل المغفرة أنول هذه الجائزة ثم بعد ذلك العتق من النار ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف يكون هذا الناس فهم أن رمضان صيام تناعا شراب وطعام بس وخلاص لا ولذلك حضرتك بتقول لي التقسيم ده سلاسي رحمة ومغفرة وعطق والعلماء في تقسيم الصوم قسموه إلى ثلاثة مراتب قال لك الأولى وهي العموم صوم العموم طب حناخد ترتيب العلماء ناخد تليفون وارجانا جميعا تفضل حضرتك تفضل يا فندم معي أهلاً حضرتك أهلاً وارجانا جميعاً أهلاً وسلم تفضل يا فندم اه لما طمحت عايزة انا سألشيخ عن سؤال تفضلي يا فاندي معاك اه عايزة انا عرضتك عمالي حوالي قرام ولا حلال وعايزة اجابة مفصلة حاضر عايزة اجابة حاضر طيب حاضر هيجاوبك شو تشير حاضر حجة سهيرة تفضلي حجة سهيرة حجة سهيرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله سمحت انا كنت عايزة اقولكو كل سنة مستيبين وافأل فضلك السيخ سؤالين لا تكرمت علي تفضلي يا فاندي الاية الكريمة اللي بتقول لقد عرضنا الامانة على السماوات والارض فاباني ان يحمل انها انا عايزة ليها تفشير وازاي الانسان كان ظلوما جهولا لانه رفض لانه قبل انه يحمل الامانة دي حاضر ثاني سؤالي على دي تفضلي يا فاندي انا توفى ولدي عني وكان علي دين كبير واضطرت ابيع بيتنا ونعط في ايجار ودلوقتي انا كنت باستغل عليهم بس انا دلوقتي عندي سرطان وعلي مبلغ كبير جدا 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 من الايجار فانا لو اضطرت بالولاد دي في الشارع يكون ذنبهم في رئابتي عشان الايجار يا ولدي حاضر حاضر هيجاوب تفضلت الشيخ استاذة دونيا تفضلي طيب مبلغ استاذة دونيا تفضلي يا فاندي هالو ازحب اهلا وسهلا يا فاندي هالو ازحب واطي تلفزيون طب واطي بس التلفزيون شوية سؤال حضراتك تفضلي يا فاندي اه انا دلوقتي اديني عنده سنة وانا عايزة تفضل بابا وطالت الريال تاني ده حرام طب قولي السؤال تاني يا فاندي بحضرتك بس ايه؟ اه عايزة تفضل الولد هو عنده سنة اه عشان انا عايزة تجيب ايال تاني بابا عايز كي تمام حاضر ماشي يا فاندي حانجاوبك حاضر طيب فضلتك هناخد بعض الاسئلة نجوم عليها ونرجع تاني لفضاء الشهر رمضان طب احنا معنا الحجة اللي كان بتقول عايزة تعرف تعريف الاية او تفسير الاية ام حازم لقد عرضنا الامانة اه انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابينا ان يحملناها واشفقنا منها واشفقنا منها وحملها الانسان كان الانسان ظل منجول طب الامانة كما ذكر الامام القرطوي في تفسيرها هنا المقصود بها هي امانة الدين وكل ما يرتبط بالدين ترى سيدنا ابن عباس يقول الغسل امانة حضرتك الاغتسال نفسك تأمانة من الجنابة وفي حد يبقى بيشايف حد هو بيختسل لا فيشغل ربنا مطالع عليك انت امين على نفسك وامين على طهارتك امام الله عز وجل الصوم امانة حد شايف انا فطرت كده وانا مستخبي وانا ما يحاك في صدري او ما غير ذلك حد شايف فكل العبادات امانة مقصود بالامانة هنا الامانة اللي هي فلوس ان انا اديها لفلان يعينها معا او كلامين الامانة هنا كل امر يرتبط بالدين فهنا امانة الدين القيت على عاتق بني ادام فتحملوها ولا يعرفون انها ثقيلة وتحتاجوا الى جد و الى حرص شديد و لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوصي بعض الصحابة ان الدين شديد فاوغل فيه برفق و لن يشد الدين احد الا غلابا و سددوا و قربوا و لذلك ربنا اقول فاتقوا الله ما استطع هنأخذ السيد من الشرعية السيد تفضل طيب اتصلت قطع طيب طيب مولانا كان فيه سؤال جينا ام حازم بتقول الحواجب بتسأل عن الحواجب هي بتقول الحواجب في رمضان او في رمضان الحواجب ايه شرعا يعني شلها او الحكم فيه رمضان و غيره قرى حبيبنا صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة و المتنمصة اللي بتعمل و اللي بتعملها بتاتي الكوفير و اللي راحت بس فيه امر هنا بقى يعني فيه تعليق للعلماء على كده فيه بعض النسوة تلاقي ممكن يبقى شكلها مخيف او شكلها قبيح يعني شكل الحواجب لما بتطور او كلام من ده يبقى شكلها قبيح مه مه و حتى تزين وجهها لزوجها عشان بقى يعني تدخل بقى صورة حسنة فيباح لها في هذا الامر تجمل بعض الشيء أن تجمل بعض الشيء منها دون افراط او تفريط يعني برضو لان فيه ناس بتيجي تروح ايه بتحددها او بتحدها و فيه كمان اللي هو السبغة يعني بتسبغ او بيعرض يعني تبقى الحاجة رفاعي أمه عرضوه بالسبغة زيادة فهذا الأمر من التغيير في خلق الله يعني أعدى العلماء من التغيير في خلق الله طيب هناخد أم سندي من كفر الشيخ أم سندي تفضلي شما عليك وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا فندي أنا عايزة أقفل الشيخ سؤال تفضلي يا فندي أنا دايما بجري كبويس بينا بحلم بالتعبي طيب حضرتك بتنامي على طهارة ما تنامي على وضوء مثلا ولا ما بتناميش على وضوء ولا بتبقى طريقة النوم إزاي أقليها يعني تفضلي نعيش عادي طيب حاضر هيجاوبك الشيخ فضلتك هناخد برضو بعض الأسئلة هناخد السؤال الأخير دوت ولكن بتقولك أنا بحلم بثعابين يعني وبتير ناوي ناس بتنام بتحلم كوابيس وأحلام وأنا عايز أخد المجمل لكل اللي بيحلم حلم وحش بالليل أو بيبقى واخد الدنيا دخل ينام وابتدى يحلم بكبوس أو بحلم مش هو يعني إيه النصيحة اللي كان بينصحها النبي لأمته عندما يذهب الإنسان إلى النوم الإنسان المسلم إيه اللي كان المفروض النبي بيقولهن عشان إزاي نام صح عشان ما يجليش الحاجات دي كلها فعايزين نقول لهم يعني نوريهم الطريق الصح تنام إزاي وتنام على إيه على أساس أنه إنت مفيش حاجة تمسك لأنك إنت لو نايم طاهر متوضي مفيش حاجة حتى تقرقك بالليل يعني تفضل بداية إنسان لم يعرف أن ليه عدو من الطبيعة هيعمل إيه؟ ياخد سبل الوقاية ياخد حزنه فربنا بيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السلام لعداء هنا عداء الدين ويظل الشيطان يتبع الإنسان ويتبع هواه حتى يدخله في حزبه يدخل بقى في دائرة إيه؟ استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كل بقى الجن ووسوازة الشياطين وما إلى غير ذلك كل ده عدو خارجي لازم في سبل وقاية بقى إحنا يجب أن نقول بقى سبل اللقاية سبل اللقاية أه بسيب شي نفس الشيطان علمنا صلى الله عليه وسلم أذكار الصباح والمساء تمام أن نتعوذ بالله وأن نتحصن بالله من الشيطان وشياطين الإنس والجن وغيرها وكمان حضرت بالأخص بقى يعني عند النوم بالذات عند الرقاد علمنا صلى الله عليه وسلم أن ننام على طهارة يتوضأ إذا أتى أحدكم مضجعه فليتوضأ وضوءه للصلاة إن استطاع أن يركع وركعتان من غير الفريضة فليفع إذا لم يستطع فليبت على طهارة ولينم على شقه الأيمن وليدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمك اللهم أضع جنبي وبك أرفعه اللهم إني أسلمتنا السلاك يعني إحنا بلقول لها تنام على طهارة وتنام على وضوء وفي حر زباء سورة البقرة لا تستطيعها البطرة وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عندما سأل رسول الله سلم سيدنا أبي فقال له يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله أعظم فسيدنا أبي قعد كده يعني هو سيدنا النبي مش عارف بيسألني يعني مش عارف لا ده ده سيدنا النبي عايز يديله تقرير فقال آية الكرسي فضرب النبي على صدره يعني إذا ما إحنا كده إيه أنت ما شاء الله عليه جوابت صح وقال له يهنك العلم أبا المنذر أنا هنيئا لك العلم أعظم آية في كتاب الله مع آية الكرسي يقرأها في صباحه وفي مسائه وفي رقاده وعند دخوله وفهوجه وغير ذلك وكذلك احترازات أخرى عند دخول الخلاء اللهم إني أدوك من الخبث والخبائث وغير ذلك وعلمنا حمولنا صلى الله عليه وسلم دعاء إذا أتعدكم مضجعة فليجمع يده وليقرأ بالمعوذات قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس يقرأها ثلاث وقل والله أحد ثم يمسح على جميع جسده بعد ما يقرأها كده يؤم يمسح بقى جسمه كله قبلنا طيب هنأخذ محمد من إسمالية أصدر محمد تفضل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا فانو طيب طيب كامل صحة طيب في سؤال لحضرتك طيب شكرا لحضرتك أنت لي جمهورك أهم الإسماعيلية طيب فاضلت الشيخ إحنا قلنا الصيام كلمنا عن الصيام وزي أن إحنا بنستقبل العشر الأوائل من رمضان وهي الرحمة وفي عندنا العشر في الوسط المغفرة وفي العتق من النار طيب إحنا النهاردة وإحنا في بيوتنا إحنا كنا بننزل نصلي القيام صلاة الترويح وبنيجي بالليل ممكن بنصلي قيام تمام تهجد ناس بتقول قيام ناس بتقول تهجد فاختلفت المسميات ولكن النهاردة أنا في بيتي مفروض ما نزلتش أصلي دلوقتي خلاص العيشة الداني تصليت مع البيت وبنبتدي نصلي صلاة الترويح صلاة الترويح بنصليها جماعة برضو في البيت وبعد كده هل بقى السؤال بقى للناس بتبضل تسأل طب بعد كده أنا عايز أصلي بعد كده تاني هل أصلي للشافع والوتر ومع القيام ولا أخليهم لو أنا عايز حبيب أصلي تاني آرى قرآن أعود لغاية أدنى الفجر أعمل إيه هنجاوب برضو عشان أخد أسئلة تاني بداية النقطة الأخيرة بس لشان ما تفضناش لا وتراني في ليلة بس إنا بقى الكنزة يعني ما وترش مرتين هصلي الترويح وليكن وفيه لسه صالة تانية اللي هي بنسميها التهجد أو في الآخر الشهر بنسميها التسبيح أو ما غير ذلك هنيجي بقى طالما هصلي تاني قبل الفجر يبقى ما وترش في أول الليل ما وترش ولو أوترت في أول الليل بقى جي بقى الوتر ده بكسروا برقعة فردية عشان يبقى كده عدد زوجي وأتم الصلاة زي ما أنا عاوز ثم إن النافلة مش محددة يعني إحنا عندنا النافلة مش محددة مش شرط تهجد قيام الليل وثمانية وممكن أصل 12 أصل 24 على حسب قدرتك ومش شرط بالليل يعني الصلاة النافلة مش شرط ده يسم يعني عشان اختلاف المسميات يسميها كلها صلاة الليل صلاة الليل يعني تهجد بقى تساليح تراويح هي أسمها صلاة الليل ومن الليل فتهجد به نافلة نافلة صلاة الليل حالو سلام عليك وعليك السلام رحط لها وحضرتك الطيبة بخير ممكن سأل الشيخ سؤال فضال يا فندم معاك الشيخ لو سمحت يا شيخ أنا كنت عايزة سأل حضرتك اللي هو أنا بصلي دايما بانتظام في معايد الصلاة وممكن قيام الليل والفاجر ودور كل وقت يعني ما أنا طح اللي هو مش مقصرة بس دايما أنا بصحم اليوم اللي هو دايما فيديق بحث ان انا كأيني بصلي كده مجرد صلاة اللي هو روتين عاجي مش كده صلاة لربنا بصلي عشان يبقى لانا صليت ان انا خلاص صليت الفرد اللي علي انما مش بحث ان انا بصلي تقرب من ربنا حاجة دايما بتقول انك بتصلي كده ايه حاجة عليك وخلاص مش بتصلي عشان تبقى رائبة من ربنا انك بتصلي حاجة تزخ بمعنى صح دايما بنام تزخ دايما في منظم الوقت مبقاش فائقة خالص تتعرضو لأ أنا مخنوة حاجة دايما بتقول انك تدعي ربنا ما بيستجيبش معيني دايما ببقى مقتنع مياح تترد في حاجة تانية في الدنيا لما تشوف الدنيا تبقى خلاص تحف أي حاجة بس تيجي حاجة تقولي لأ انت تدعي دعا خلاص يعني يعني حاجة تقولي ما يدعي طيب اللي هو خلاص يعني وصل يعمل اللي عليك وخلاص مجرد صباح كده روتيم بس انت كأنك ما بتعملش حاجة أصلا طيب حاضر حان جوبك أستاذ إيمان ناشيخ بخير وحضرتك بخير اتفضل نفس مسألة كده عاكلم فيها الشيخ معلش اتفضل افن انا كان عندي من حوالين ست سنين بالظبط وكان الجاي حامل يعني فدلوقت ربنا كاما ووضعت بنت دلوقت بجالة ست سنين فيحنا عارزين يعني نشوف مسألة المسألة دي بجالة ست سنين عندنا محاكم وقوانين ومحاليين مش عارفة تجيب ايها نتيجة فيها فالأبطل لك مطالبني انا اخو انا خالي الأبطل لك مطالبني ما يقول انت زنب البيت تدفراج وقت تجين فأنا حبيت احلم معه بكل الوصول بكل الطرق يجي عند الحل ومن نلجوهوش متلاقيهوش يعني يتفلت من لسه حالنا هو قبل رمضان بخمسة ايام كنا مع بعضينا فلما جعتنا مع بعض ودينا نخلص ما خلاش هيك اتصل بي وقول زنب البنت تدفراج بطاكنت طيب هو ما بيجلكوش يعني يقعد معاكو عشان يحل المواضيع المصاريفة كشفة كل الأمور اللي هي بي أنا كنت بي طيب حضر ما هيجاوبك فضلت الشيخ شكرا لك يا سيد محمود طبعا الأسئلة والمشاكل مش هتنتهي يعني احنا طبعا فيه مشاكل كتيرة يعني هو مثلا الأخ محمود من سهاج بيقولك أخته جت وهي حاملة وعادت عنده ست سنين والزوج مش عايز يحل دي برضو بعض المشاكل الأسرية اللي بنشوفها في مجتمعنا بنشوف في المجتمع الزوج متعنت شوية ممكن تكون الزوجة متعنتة شوية أستاذ إيماني اللي اتكلمت وقالت أنا بصدلي ومي نظر خشوع أو بحس اللي أنا بصدلي بعمل صلاة وخلاص ومش حس بيها ممكن يكون عندها مشكلة مثلا مع الزوج أو مع حد هي مخليها اللي هي مش قادرة تتأقلم مع الصلاة بتفكر في مشكلتها أكتر ما بتكون بتفكر ما جعل الله الرجل من قلبيني في جوف فدي برضو عايزين نقول للناس يعني أنا عايز أجمع الأسئلة كلها في حضرتك في حتة الشهر الكريم وصلة الأرحام والخير اللي ممكن تعمله يعني النهاردة أنا عايز أجمع ده كله في حتة واحدة شهر رمضان ما ينفعش نكون في الزوج مختلف مع الزوج ما ينفعش يكون في مشكلة ما ينفعش أكون بصلي من غير خشوع فأنا عايز أدمج كل هذه الأسئلة في إجابة شافية عافية للناس كلها بس قبل ما نرجع لسؤالنا الأولاني الصلاة في البيوت لا لا هنرجع للصلاة في البيوت احنا بس جمعنا في سؤال واحد نسينا قول العلماء في الصيام في مراتبه هناخد احنا خدنا لمرحلة الأولى لا أصلي في مشابه يبقى متشوق لأنه يكمل لا هنكمل نرجع سؤال حضر البجرة فضل بالنسبة صلاة في البيوت نرجع لصلاة في البيوت عشان الناس بس الوقت احنا في البيوت تمام فضل بداية الدعوة السرية سيدنا النبي بدأت دعوة من المسجد ولا من بيت وعدد صغير من بيت وعدد صغير في دار الأرق دار الأرق كويس قوي فبليه ما أخدش بقى ده منهج واشوف بنتي اللي ما بتصليش وابن اللي ما بيصليش وزوجتي وابن الصغير أعلموا الصلاة وابدأ دعوة في بيتي واجعلوا بيوتكم قبلها وأقيموا الصلاة ده ده وحي من الله إلى سيدنا موسى وأخي هارو أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتنا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة قبلة مش يعني زي قبلة بيوت المقدس لا أي إذا يقول قبلة العلم الأزهر وقبلة العلم أي مورد لما ما يجعلش بيتي مورد لكل الأطياف اللي حوالي في أدب ابني وزوق ابنتي وخلق زوجتي ليشوفهم يقول ونعم التربية يتعلم منهم ويكونوا ويكونوا دعاة بفعلهم قبل قولهم وبعدين ده أمر أن البداية بدأت في دار الأرقب سيدنا النبي لوحده وبعدين صديق وضي الله عنه وهكذا وأول من آمن من النساء وأول من آمن من الصلي ولذلك ليهم خدوط عريضة كده عندنا وبعدين بدأت الدعوة شاء في شاء ثم بعد ذلك الزعل إن احنا بنصليش في المسجد أنا لما بصلي سواء صليت في المسجد أو صليت في البيت أو صليت في الحرم نعم الكعبة النية واحدة والقبلة واحدة أنا بقول نواية أصلي للمسجد ولا لله لله بس ولذلك الأمر يعني أشابه حضرتك أنا ما بحب أصلي أحب أصلي في عبايا في جلابي حضرتك تحب تصلي تحب تصلي في البدلة آخر يحب يصلي في الترينج طيب لما نقع في احنا تلاتة واحدة أربعة جنب بعض كده ونصلي هل اختلفت الصلاة لا طبعا بس السوب اختلف بس لي فيه واحد كده بعيد واقف أخبره حضرتك من التشبيه لابس أعزاكم الله لما أخذها شرطة فوق الربة وحاجة قط لما يركع ويسجد يقوم سوئته تزهر طيب ده بالنسبة الأربعة لا لا اختلف طبعا هي الفكرة في كده أنا صليت بجلابي صليت في المسجد صليت في البيت صليت إلا أن أنا في المسجد عايز سواب الجماعة أما هو إيه الفرق بين صلاة البيت وصلاة المسجد فضل الجماعة طبعا أنا أجمع أبنائي وأصلي ولذلك ده ما كان عليه الصحابة في بداية الأمر طب ده يا مولانا هياخدني معك لنقطة مهمة جدا إحنا دلوقتي ما فيه الصلاة في المسجد تمام بنصلي في البيت هل هناخد نفس سواب الجماعة أه ما ليه اللي إحنا بنروحه المسجد هناخد نفس السواب ننطبع الفرق بقى في حاجة واحدة في المشي في المشي آه الفرق السواب والأجر في إيه في المشي من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا يبتغي بذلك إلا وجه الله كتب له بكل خطوة يخطوها رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة بس فيه عزر بقى أنا مش في البيت مزاجي يعني أنا ما امتنعتش عن المسجد مزاجي لا لعزر فيقوم ربنا يرفع عنا بقى ويخفف فأقوله ورحمتي واسعة كل شكل كل شكل معلش بقى نور فضل فضل عشان بقى صلاة التراويح عشان بقى الموضوع فضل بداية الأمر في صلاة التراويح سيد النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالمسلمين إماما التراويح إلا بضع ليال تمام أضر المألة الثلاث أو كلام من ده وثم بعد ذلك انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل ما بقى شي صلى ليه قال مخافة أن تفرض على المسلمين فانتهى بقى يصلي لوحد وظل الصحابة هكذا يصلي كل منهم في بيته منفردا أو يصلي بأهله أو يصلي بثلاثة نفر يجيب حد من أصدقاء ويأتلت تنفر أربعة تنفر وهكذا حتى على عهد الصديق وبكر رضي الله دعا عنه وارضاه إلى أن جاء سيدنا عمر وعهده رضي الله عنه وارضاه فجمع الناس على إمام واحد هو سيدنا أبي من كعب فاجتمع الصحابة على هذا الإمام وذلك سيدنا عمر من اللطائف في هذا الأمر بص كده فلاء ما شاء الله المسلمين مجتمعين وشكلهم مفرح كده فقال نعمل بدعة وهي يا عمر بدعة مش الابتداء في الدين هو عمل كده بدعة لا هذا ما يحاك على اللغة أيها يعني كلمة بدعة من اللغة لفظ يستخدم اللغة وذلك القرآن قل ما كنت بدعة من الرسل أنا مش جاهلكوا كده حاجة يعني شيطاني لا لنا مختلف لا رسول زي الرسول طيب فهي يعني بداية الأمر الأمر كله لله والإنسان يجتهد على تحصيل ما يوفقه الله إليه والأمر ليس بكثرة العدد إنما الأمر بالمدد بالمدد طيب هناخد معنا اتصال سومة ونرجع لحضركم سيدة سومة تفضلي هلو طيب لما يرجع للاتصال تاني سيدة صفية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ايوة تفضلي فان احنا متشكرين ونشكر كناة الصحة وجمال إن نقدر نتواصل بحضرتكم تفضلي فان وعيدة أشكر فضلتي الشيخة على يعني وأشكركم وكلكم وكنت محتاجة إن أنا من ساعة النطرة والنطرة نزلس علي ونزلني أنا كتعندي والسقف عندي بوي تحاضر سبيلي بس رقم تليفون حضرتك والعنوان وإن شاء الله خير بإذن الله شكرا لحضرتك شكرا فضلتي الشيخ شكرا لأسرين اه احنا عايزين في ختمنا في ختم الحلقة بتاعتنا احنا بتدينا ننوهم بعض الحاجات في رمضان ازاي إن أنا أستقبل هذا الشهر الكريم كما كان يستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في بعض الحاجات الأسئلة اللي بتبقى دركة جدا في رمضان وبتتسئل عليها كتير جدا وهي منها العذر للمرأة إذا صاد في المرأة العذر إذا كانت صايمة وجاء لها العذر قبل الفطار بساعة أو اثنين أو ثلاثة تفطر ولا تكمل صيامها لا تفطر تفطر ناخد نفس السواب يا مولانا العلم والأجر عند الله مش أنا بقى اللي أقول بس في حاجة للصحابة لما صلوا جهة المشرق البيت المقدس وبعدين تحولت القبلة للبيت الحرام فقاله تابو اللي صلنا ده ربنا يضيعه كده يروح علينا أو ليه فيقوم ربنا ربنا بالناس رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني الآية دي بتبين ما هو ربنا لا مش هيضيعه على أجر لا أكيد فيه لها طبعا وكمان اللي هي بتكون نوية ونوة الصيام سيتك القرآن الحديث بتاع سيد النبي في قراءة القرآن يقول الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق أو قال وهو عليه شاق فله أجران تمام فدي برضو لها أجر ما نقدرش ننكر طيب بعض النساء بيقول قبل ما بيجي رمضان عشان تأخذ ثواب صيام الشهر كله بتأخذ بعض الأدوية اللي هي بترفع عنها الدورة الشهرية عشان تقدر تكمل الصيام الحكم إيه هنا الحكم إذا لم يقع عليها ضرر ما فيهاش أي موانع صحية ده طبعا اللي بيقرره طبيب فلا بأس فيه ما فيهاش أي مشكلة لكن لو فيه بقى ضرر بعد كده هيحصل أضرار أو عقبات أو كلام من ده بأس الرجل زي بنقول فده يمتنع عنه وتؤدي ما أمره الله به فإذا جاء الحيض أفترض الحامل وقضت الحامل سيدنا بن عباس أرضي الله عنه وأرضاه وسيدنا بن عمر قالوا هم الأتنين فيها رأيه الحامل والشيخ الكبير المرأة العجوز والمرضع الحامل والمرضع معشان ما نخشش في آراء وإسهاب طويل الحامل تفطر وعليها الكفارة لا القضاء الكفارة ما تقضيش ما تقضيش ما تصومش يعني ولازم نفعل الحامل مهم جدا دهوة المرضع على بالك غير الحائض النفساء يعني ده الأمر كذلك الشيخ الكبير الذي يخش عليه الهلاك بعد عنده مسنة عنده 65-70 سنة ما يقدرش يصوم لو صام السكر يوط عنده مرض مزمي مرضو ما يقدرش يصوم غير المرض لا يخش عليه الهلاك المرض ده فيه قضاء تمام المرض إذا كان بالنسبة لتفصيل المرض برضو فيه تفصيل إذا كان مما يرجى برؤ صداء عارض شوية مغس الكلوي مش عارف حاجة هتزهب حاجة هتزهب فده إيه عليه القضاء يفطر ويقضي بعد ذلك وعليه القضاء تمام إن كان مما لا يرجى برؤ مرض مزمن بقى عنده لأزهب الله سكر عنده ويش عارف غسيل كلام من هذا القبيل فعليه كفار فقط كفار كفار بس إطعام عن كل يوم إطعام مسكين وقيل يجوز أن يكون هذا المسكين فردا واحدا وطعمه كل يوم يعني من الشرط أن أنا أجيب 30 مسكين ممكن واحد تفطره كل يوم مكان زي أكتوبر مفيش مزاكين أو كلام من هذا ممكن هو فرض واحد مسكين وتفطره كل يوم وفطره كل يوم على مدار عن الثلاثين يوم أو الثلاثين يوم أو الثلاثين حسب بدة الشهر الحؤن تفطر ولا لا تفطر الحؤن تفطر إذا كان مما يتغزى به أو يعان به على القدرة على الصوم في هذه الحالة تفطر لكن لو مسكن أو كلام من هذا أو حؤن شوفنا وعنفكم الله أخذ عينة من الدم مش عارف كلام ده تحليل لا يفطر لا هذا لا يفطر مدام أنها لا تصل من الحلق لا تدخل من الحلق وهو فيه أمر اللي هو بتاع اللي حناخد على القطر القطر ما بس الأول الحؤن الأول إذا كانت لا تصل عن طريق الحلق ما لا يفطر من مدخل الطعام والشراب وكمان حاجة تانية اللي هو الكولوكوز إذا لم يكن مما يعين أو يتقوى به فلا شيء فيه ده هو مسكن كلام من ده ما فيهش أي مشكلة هو يفقا كذلك لا يسا فيها شيء أما إذا كانت مما يتقوى به على الصوم فهذا ما يحذر وما يجب التناب هو يحر القطرة قطرة العين لا تفطر أنا بشكر حضرتك وكل عام حضرتك بخير وكنت بنورني النهاردة واستفدنا منك في بعض الأسئلة المهمة وإجاباتها للسدى المشاهدين والوقت سرقنا والوقت سرقنا ولكن إن شاء الله على عمل وعد يكون بنا لقاء آخر إن شاء الله ونجاوب على حاجات كثيرة جدا نخليها للحلقة الجاية إن شاء الله النفقة تلزم أبوها أبوها اللي يصرف عليها وإن كان هو خالها زي ما عندنا في الأمثال الشباب يقول الخال والد فهذا من البر من البر عشان دي بنت ختم تمام بس وإن أخت اللي نفسيتها تعبانة في الصلاة والكلام من ده تستعين بالله أولا وتتعوز من الشيطان وتحاول أن هي تركز في الصلاة تستقبل القبلة زي ما سيدنا أبي الحسن وعند أشهر رمضان هو تستفيد بي آه بخلاص بقى الشياطين مصفدة أنا ما عندنا شياطين بعد الوقت بس ربناك فينا شياطين الإنس إن شاء الله إن شاء الله وربنا يزيح الغم عن هذه الأمثال اللهم أمين يا رب يتقبل صيامنا وقيمنا ويجعلنا مرتقاء شرفت بحضرتك فضلت الشيخ محمد وحيد سليمان إمام وخطيب الجامع العباسي بإسماعليه شكرا لحضرتك أعزائي المشاهدين كل عام وحضراتكم بخير وعلى آمل وعد أن يتجدد لقاء في حلقات أخرى نتمنى من الله عز وجل أن يزيح الغمة ببركة هذا الشهر الكريم وأن يتقبل منا الصيام والقيام وأن يجعلنا من عتقاء شهر رمضان الكريم كان معكم هاني الفرماوي على آمل وعد أن يتجدد لقاء في حلقات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته